ده كان خبرنا العلمي النهاردة طيب الجزء اللي جاي ايه؟ الجزء اللي جاي اسمه درسة عملي يعني ايه درسة عملي؟ بنختار حاجة كده بشكل عملي عايزين نعلم حضراتكم ازاي نعرفها او ازاي نفرق ما بين حاجة وحاجة علشان لما يواجهنا الموقف ده في بيوتنا نقوم نحسن التصرف درسنا العملي النهاردة ازاي نفرق بين ان الطفل وهو نايم وهو نايم لما يعني يقوم مفزوع هل ده بيكون عنده كابوس ولا عنده حاجة تعرف باسم الرهاب الليلي يعني نايت مير ولا نايت تيرور خلاص هقولها تاني في حاجة اسمها الكابوس وفي حاجة اسمها الرهاب الليلي هو اصلا فيه فرق طبعا ده فيه فرق وفرق كبير جدا الكابوس حاجة والرهاب الليلي او الفزع الليلي حاجة والفرق ده بناء عليه لما نعرفه بقى هنتصرف مبدئيا الكابوس غير مقلق يعني لما يحصل كابوس غير مقلق بالنسبة لنا لأنه بيكون نتيجة تأثر الطفل بحاجات شافها سواء خلال اليوم نفسه أو اليوم اللي قابله على أقصى تقدير الكابوس يحصل إمتى؟ عشان تبقوا عارفين بقى في الجزء الثاني من دورة النوم يعني لو الطفل المفروض مثلا ينم من 10 إلى 12 ساعة يبقى الكابوس يبدأ بعد 5 ساعات أو 6 ساعات من النوم هتعرفوا ليه دلوقتي أنا بقولك كده لأنه ده بقى للتفرقة ما بين الرهاب الليلي والكابوس يبقى قولنا الكابوس ما بيقلقش الكابوس بيحصل في الجزء الثاني من دورة النوم يعني لو الطفل بينام من 10 إلى 12 ساعة الكابوس يحصل بعد 5 ساعات أو 6 ساعات الكابوس لما بيحصل ويخلص بيحصل ويخلص يعني لما الطفل بيقوم مفزوع بيكون الكابوس حصل وخلص والطفل قام فاق مش لازم قام فاق يعني فاق من النوم الطفل بيقلق حتى لما يقلق أكيد بيبقى بيسرخ أو بيعيط كل المطلوب مننا ساعتها أننا نحضن الطفل ونطمنه الكابوس ممكن إذا الطفل كبير يحكي لنا عليه لما يصحى الصبح يعني نقول له إيه الصبحية إيه دا أنت كنت مفزوع إليه فيقول دا أنا أصلي حلمت أو شفت مش لازم يقول حلم يقول أنا شفت كذا حصل كذا وبتاقي بداه هو عنده قدرة على وصف الكابوس عرفنا كده الكابوس تمام الرهاب الليلي بقى أو الفزع الليلي أولا إذا حصل أكتر من مرتين فلازم استشارة طبيب نفس أطفال لأنه ممكن يحصل مرة واحدة بس أو مرتين بالكتير جدا في أول ست سنين من العمر يعني الطفل في أول ست سنوات مش المفروض يحصل له الرهاب الليلي دا خالص ويبقى معنا كده أن الرهاب دا أخطر آه طبعا أخطر أخطر لأن كمان أسبابه غير معروفة وأخطر لأنه الطفل بيقوم مفزوع وعنين برقة وعنده شبه تشنج بس وممكن يقول كلام حتى غير مفهوم والطفل في الحالة دي على فكرة بيكون لسه نايم يعني ما بيكونش صحي وهقولكو يعني فايدة أن احنا نعرف المعلومة دي قوي خلاص الرهاب الليلي بيحصل بعد ساعة واحدة أو بالكتير قوي ساعتين من بداية النوم يعني بيحصل أول ما الطفل دخل نام بعدها بساعة أو بعدها بساعتين لازم لما نلاقي أن ده اللي حصل وأن الطفل عنده زي تشنج كده وخايف وبتاع نحاول نحمي الطفل ونمسكه مش لازم تشنج بالمعنى المفهوم أنا بقولكو شبه تشنج خلاص وبيدلع بقى عنين برقة نمسكه نحاول نمسكه عشان نتجنب أنه يأذي نفسه لقدر الله الصبح على فكرة الطفل لو كبير ما بقاش فاكر حاجة خالص يعني ما بقاش فاكر حاجة من اللي حصلت في الرهاب الليلي الطفل بيرجع للنوم أسرع من الكابوس يعني ممكن في الكابوس طفل ما يرجعش للنوم بسهولة في الرهاب الليلي أول ما بنهديه كده ونمسك إيديه ونمنعه أنه يأذي نفسه يعني بتاع تلاقيه هدي وكمل نوم عادي بس في كل الأحوال المطلوب أول حاجة ما نغيرش مكان نوم الطفل لأن فينا أمهات أول ما موقف من الاتنين دول يحصل نوم هب ناخد الطفل ونروح بيه على قضتنا لا ما تغيروش مكان نوم الطفل يعني أو العقل الباطن للطفل أن مكان النوم هو مكان الفزع فما تغيروش مكان نوم الطفل لغاية ما يرجع ينام تاني حتى في الكابوس لما ياخد وقت طويل عشان يرجع ما تغيروش مكان النوم المعلومة بقى التانية الأهم ما تدوش أكل ولا عصير وبعض الناس بيدوا للطفل شوية مية يعني إما الطفل يدي فزع كده أو ليه طب هتيلوا شوية مية خلوا بقى لكوا بقى لازم يبقى عارفين قوي الفرق ما بين الكابوس والرهاب ليه لأن في الرهاب الليلي زي ما قلنا الطفل ما بقاش واعي بقاش صاحي هو بتبقى عنام فتاح بس ما بقاش صاحي فلو ادينا له أكل ولا عصير ولا حتى شوية مية ممكن لقدر الله لقدر الله يشرق فخلوا بالكم الحكاية دي قوي يبقى احنا ما بنيديش المية أو نشرب الطفل المية إلا إذا تأكدنا نده كابوس وأنا شخصيا بنصح أن احنا ما نديش للطفل أي حاجة في فمه يعني حتى كابوس رهاب الليلي طبعا ممنوع بلاش تده للطفل عصير بلاش هو مش محتاج حاجة من دول هو محتاج بس أن احنا نطفطب عليه ونحضنه يبقى لازم زي ما قلنا التأكد أن الطفل صاحي لأنه في الرهاب الليلي بيكون الطفل نايم أو نصف نايم يعني بالطب بقى بيبقى نصف نايم فلازم نحاول نرجع الطفل اللي نوم مرة تانية بمحاولات هدية ومطمئنة ده كان درسنا العملي النهاردة